طيب ندخل بقى على ماتش النهاردة على طول يا حضرات احنا النهاردة عندنا ماتش يعني كلنا متوقعين ان احنا ان شاء الله نتفرج على اداء حلو يتماشى مع اللي شفنا الفترة الاخيرة وكمان نتيجة مرضية لجماهير النادي الاهلي بكل مكان يعني الاثنين مدربين ودي النقطة اللي كنت بقول لحضراتكم عليها من شوية هيبقى فيه ما بينهم مباراة مستقلة موازية الاثنين عندهم فكر جيد والاثنين عندهم رؤية فنية متميزة هنلاقي مثلا يعني غالبا ان شاء الله الكلام ده منعكس في لقاء النهاردة كابتن سامي امصان كل ماتش الحقيقة بيقود فيه النادي الاهلي بيكون افضل من الماتش اللي قبليه كذلك طبعا كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب سموحة هو كمان من المدربين المحترمين جدا والمميزين اللي عندهم القدرة ان يخلي لعبتهم يقدموا دايما اداء جيد على فكرة احنا لو اتكلمنا عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الفرق اللي كانت تحت قيادة كابتن باسيوني فيه اوقات مختلفة حنلاقي ان مباراة النهاردة دي رقم 10 الاهلي فاز فيه 6 وخسر في 2 وتعادل فيه مباراة واحدة طبعا من اتمنى كل التوفيق اللي عيبت النادي الاهلي ان شاء الله ونستمتع بماتش حلو برضو من المعلومات المهمة يعني لأكيد حضراتك برضو معظمك عارفها وكابتن عبد الحميد باسيوني عنده ايقاف فهو حيدير من المدرجات يعني هو مش هيكون متواجد فيه ارضية الملعب للايقاف اللي هو كان حاصل عليه خلينا نكمل او نستكملا لكلام كريم والارقام تاريخ المواجهات اكيد حابين برضو ان احنا نفكر حضراتكو به المباراة النهاردة هتبقى المواجهة رقم 27 لانهم اتقابلوا قبل كده في الدوري والكاس 26 مرة الاهلي فاز في 15 مطش وخسر في 4 وتعادلوا في 7 مرات المميز بقى هنا لو نقدر نقول بين الفريقين هو يمكن زي ما كريم ذكر في بداية الحلقة فكر المدربين هتبقى مدرب versus او ضد مدرب زي ما بتقال يعني كابتن سامي قمصان اكيد عايز يواصل النتائج الرائعة جدا مع الاهلي حد دلوقتي يرفع رسيد الفريق للمركز التالت كمان حاليا ودي حاجة كانت محترمة جدا بالرسيد نتكلم 44 نقطة على الجانب التاني اللي هنتكلم كابتن طبعا باسيوني بيلعب على الفوز لانه في المركز الخامس برسيد 36 نقطة فهو داخل يعني زي ما بتقول ايه انا داخل مستقتل انا ما عنديش رفاهات برضو ان انا اخسر انا مش عايز الاهلي يحصل على اي نقاط انا الطموح بتاعي ولو قلت زي ما كنتم اتكلم ويست كيس سيناريو ان انا احصل على التعادل لكن فكرة ان هو يدخل يخسر اكيد سموحه مش في ذهنه او في خطته ده ابدا فحيبين بس المهم يكون فيه مطش ممتع انا اتوقع ان شاء الله نتيجة اقوال لبلاش ولا اقول لا بالعكس اقولي ده بتصبت معانا في الفترة الاخيرة كلين واحد اخر مرة بالعكس اقولي بسم الله الرحمن الرحيم ازي عايزة تركيز دي عني هقولك انا النهاردة الاهلي واسموحه فيه تلاتة حيبا فيه رقم تلاتة فيه رقم تلاتة ان شاء الله نقول تلاتة واحد مثلا اه تلاتة للاهلي ونكلف بدايب الحد ان شاء الله اشتركوا في القناة